وجد نظرك في الظروف دي تلعب ازاي ماتش سانداونس في بريطوريا ويهو التشكيل امثل كمان انا هاخد من كلامك في الاخر انه مسيماني مش قادر يثبت التشكيل وده وضع طبيعي جدا طبيعي جدا لانك بتلعب عدد مبارات كبير جدا في وقت قليل جدا مستحيل يكون ال 11 لعب فقط اول 13-14 لعب اللي بتشارك بيهم خلال المبارات اللي فاتت يكون عنده ثبات في التشكيل لابد ان يكون فيه روتيشن لابد يكون فيه تدوير عشان تقدر يبقى عندك ماتيريال اكبر او مساحة اكبر لاشراك عدد كبير من اللعبين وده دي النقطة المهمة جدا جدا احمد اللي لازم النادي الاهلي يستفيد منها في هذا التوقيت تحديدا ضغط المبارات اللي فات خلانا نعود شوية اننا بعض اللعبين يسترجعوا مستوهم تاني يعني طهر محمد طهر ابتدى مستوى يعود افشم اللعب الكتير والاستمرار ابتدى يعود بشكل كبير رامي ربيعة كان بعيد جدا جدا ابتدى يعود مرة تانية على سبيل التشكيل واعتقد انه قدم مستويات مميزة جدا ساعة السمير لما شارك في المبارات اللي فاتت يمكن 3-4 مبارات اعتقد كان مستوى مميز جدا اعتقد ان فيه بعض اللعبين يبتدى مستوى يعود بشكل كبير نتيجة اكرم توفيق بالتأكيد شوفنا حمود وحيد شوفنا بيكم كمان يعني اعتقد فيه مجموعة كبيرة ملاعبين يبتدت يعني تدخل شوية في الصورة ولكن النقطة الاهم اللي بنتكلم عنها في ظل هذه الظروف انه النادي الاهلي لابد ان يكون على الاقل عنده 20 لعب جاهزين بنفس المستوى دي بتدي خطورة في ايه انه يكون عندي خلاف في هيحصل مشكلة صحيح لمسيماني في انه لما يكون عندي 20 لعب جاهز يكون عندي مشكلة كبيرة في اشراك مين ومين يقعد بره ولكن مشكلة لطيفة ولكن مشكلة ما فيش احسن من كده لاني لما بشارك في 4-5 مطلات في الموسم ومطالب مني الـ 4-5 مطلات اعتقد ان لابد يكون عندي 20 لعب مفيش نقاش في ده اتمنى انه الموسميني في الموسم الجديد يكون عنده ودي نقطة مهمة جدا اعتقد انه الجميع متفق عليها لابد ان يكون عندنا على الاقل 20 لعب من الـ او كل اللاعبين جاهزين النادي الاهلي هو الاكبر في افريقيا النادي الاهلي هو النادي القرن النادي الاهلي هو اللي بيحصل على بطولة افريقيا النادي الاهلي هو اكبر نادي افريقيا ونشارك عالميا دلوقتي كمان او قرريا وبالتالي انت محتاج على الاقل 20 لعب بيكونوا جاهزين بشكل كبير في الفترة اللي جاء